اشتركوا في القناة في صفوف الامامية من الكوادر الطبية والجهات المساندة التي عملت في المركز الشامل الميداني ضمن الجهود الوطنية للتصدي لجائحة فيروس كورونا وقد اطلع الوزيران على منشآت المجمع والذي يضم تسعة مباني تم إنشاؤها بمقاييس حديثة لتقديم أعلى مستوى من الخدمات الصحية والعلاجية والتأهيل ضمن المنظومة الصحية في المملكة وخلال الزيارة أكد سعادة وزير التنمية الاجتماعية أن إن شاء مجمع الإعاق الشامل الذي يعنى بالأشخاص من ذوي العزيمة يعكس ما يحظون به من اهتمام كبير من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مشيرا إلى عزب الوزارة على الاستمرار في تهيئة الجوانب الصحية والاجتماعية والإمكانيات اللازمة لتوفير أفضل السبل تلبية احتياجات هذه الفئة المهمة وإدماجهم بشكل أكبر في المجتمع من جانبها أكدت سعادة وزيرة الصحة أن الوزارة ماضية في تطوير الخدمات الصحية في مملكة البحرين بشكل متكامل وبما يضمن استدامتها وتحسين جودتها في إطار السعي المستمر نحو تحقيق الصحة الشاملة للجميع ترجمة نانسي قنقر